نعمة بتخطف صلاح وبتولع في الفلوس قدام عينه اهلا بكم في قناة منوعات بطة الاخبار الفن والفنانين والمشاهير واحدة سترندات على سوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل وقفت الحلقة اللي تنشر لما نعمة قالت ليسين انها مش هتكون معاقل لو هي ارمالة وبتصحى الصبح تصبح على باباها وبتقول له عندي قضية ومحتاجة تدائلي بيرد عليها وبيقول لها حتى لو لسه بتحبيه صلاح ده واحد قتلك ودفنك وعيت عليك وغفلني وقال لي على واحدة تانية ماتت ان هي انتي بس ربنا قادر يغير الحب اللي في قلبك دوت وقال لها خلي بالك ان روح محمد متعلقة في رقابتك ثابته ونزلت المحكمة وترفعت ترفعت في قضية قدام استاذها خالد لاشقر اترفعت وقدمت كل المستندات والوقاعة لحد ما كثبت القضية وبعدها راحت له المكتب تقابله بتقول له انا لازم كن تقف قدامك في المحكمة عشان لما كسبك في القضية قد شهر شوف بقى لما كسب محامي كبير زيك هاخد شهرة قد ايه دي هي شهادة النجاح الكبيرة لي وانا هنا كمان مش علشان اصالحك انا هنا عشان اوسطك اللحظة اللي التلميذ تفوق على استاذه وبتضحك وبتقول له انا لو كسبت القضية كسبتها عشان انت علمتني كويس وكنت الدفع ليه في حياتي كلها وياسين بيقابل صورة بعد ما عملت علامات في جسمها عشان تقنع ياسين ان جزها بيعملها وحش وبيضربها وعاوزها تطلق منه وعاوزها يساعدها في الطلق قال لها يا سعدك ام محمد بتدخل على نعم القهوة وبتقول لها انتي اللي قتلت محمد يا نعمة قالت لها مين اللي قالك الكلام ده قالت لها منا اللي قالتلي ان محمد ان انت قلت لها ان محمد تقتل قالت لها ده بناء على كلامك انتي انتي اللي قلتلي كده محمد كان اقوي الصغير وقري له الفتحة وانا مش زعلانة منك بعد كده سارة بتقول لسلاح تعالى بقى يا سلاح نتكلم بصراحة انا عاوز اتطلق عشان انت شكت فيها لما رحت اقابل ياسين بيه عشان اكلمه على الفلوس بتاعتك قال لها انتي بتطلبي الطلاق عشان لقيت البديل طبعا انتي تكلبت فلوس وعتف تكري اني اهبل انتي بتجري ورايا من فترة عشان الفلوس وبتجري منه وبتدخل الحمام وبيخبط عليها كتير مبترضاش تطلع له بعد كده بيجي لها رسالة من خالد لاشقر بيقول لها اه صلاح تليفونه مقفول بحاول اوصل له مش عارف قولي له يجي ياخد فلوسه بعد كده بتخرج هي وبتعتذر له بتقول له معلش يا صلاح انا بحبك وقتها بيتصل بيها خالد لاشقر وهي وقفة مع صلاح وبيقول لها يا صلاح خلي صلاح يجي عشان ياخد فلوسه انا كلمته تليفونه مقفول بعد كده صلاح راح المكتب بتاع خالد واول ما نزل وخد الفلوس بتاعته حطعه في شنط واخد الشنط ونزل من المكتب وبعد ما نزل من عربيته بيلاقي ناس بتخطفه في مقربصات كده هو والشنط الفلوس اللي معاه وبيودوا المكان بيلاقي هناك نعمة مستنياهم الرجال اللي موجودة اللي أجرتهم نعمة ربطوه واخدوا من نعمة 100 ألف جنيه وبتمسك نعمة جيركن في بنزين وبتقبوا على الفلوس وبتقول للواحد من العسابة اللي خطفاه صور اللحظة دي عشان فيه لحظات كتيرة لازم تتوسق بالصور نعمة بتخطف صلاح وبتولع في الفلوس قدام عينه ألم ترجمة نانسي قنقر